بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء يوم الاتنين بقى يوم بيستقر فيه نحنا بنعل البنى بنعل البنى مستقبلنا بأن احنا نبني المعنى الأصيل في أولادنا أن احنا نبني مستقبل مليان بالنور والبركة والقيم وعشان كده احنا على طول وإحنا بنتكلم عن الوعي والوعي دوت أكتر حاجة ممكن نستثمر فيها يعني أكتر حاجة ممكن نستثمر فيها في بلدنا وفي كل المجتمعات اللي عايزة تشارك في الحضارة القادمة أكتر حاجة ممكن نستثمر فيها هي الوعي وأكتر حاجة ممكن نضع فيها الوعي وينتج انتاجاً وفيراً هم أولادنا وعشان كده لما فيه أي حاجة بتتجه نحية أولادنا وخاصة من المشكلات الداهمة لازم نواجهها برشادة وبحسب احنا هتكلم النهاردة عن حاجة احنا لابد ان احنا نتكاتف عشان التعامل معها احنا نتعامل النهاردة مع مشكلة بتواجه أولادنا ويمكن بتواجهها نحية كمان بتواجه الواقع المعاصر بشراسة وهي اننا بنشتكي ان فيه كتير مش قادرين يكونوا مطمئنين لا على نفسهم وفي الغالب على أولادهم من أي نحية من الناحية الإنسانية فبنخاف على قيم أولادنا وبيخاف على اتزانهم ونجيتوا للحق عندكم حق لأن المؤشرات اللي بتدل على ده بتقول ان فيه حالة فيما يتعلق بالأولاد وخاصة في السن اللي تولد في الألفية الجديدة ومش بس كده اللي بنتولد بعد الألفية الجديدة ده ده كتير قوي قوي لغاية الناس اللي عندهم سبع سنين وتمان سنين وعشر سنين الحياة دي بتقول ان فيه حالة من عدم الاستقرار وإحنا عندنا حالة كده ظاهرة جديدة أن أصبح عندنا حالة من حالات التعامل مع أمراض نفس الأطفال معقولة؟ آه والمجتمع عندنا شويتين تلاتة عنده موقف من الوصمة للعلاج النفسي لكن احنا لازم نقر أن فيه أطفال عندنا بيعانوا من احتياج إلى العلاج النفسي عشان كده ممكن تلاقي في العيادات النفسية دلوقتي أطفال عندهم خمس سنين ست سنين سبع سنين وبيبون محتاجين بشكل واضح إلى طبيب نفسي وده مؤشر خطر مؤشر خطر على الظاهرة اللي احنا جايين نتكلم عنها النهاردة مع بعض الظاهرة اللي خلتني أقلق علينا وهي ظاهرة أن كتير من أولادنا معرضين لظاهرة الهاشاشة النفسية ويفضل السؤال ليه أولادنا بقوا معرضين لهذه الهاشاشة النفسية؟ النهاردة عنا نتكلم عن أسباب واضحة وكل ده في ظل بل الإنسان على نفسي بصيرة ودائما أقول كده لن يكون هناك ترقي ولا بناء بغير بصيرة ولذلك لابد أن احنا ننظر في أحوالنا بشكل قوي وبشكل متفحص عشان نقدر نتعامل مع ده أكتر حاجات بتخلي أولادنا معرضين للهاشاشة النفسية اخترنا أربع حاجات أربع أسباب كبيرة ممكن يدخل تحتها عنوين كتير بس دي أربع أسباب كبيرة بالله عليكم تعالوا نتحالف عشان أولادنا تعالوا نتكلم بكل رشادة وبكل صدق مع بعض مش هيفضل نقول طول الوقت إن أولادنا مضغوطين وإن أولادنا تعبنين وإن أولادنا في زواهر خطيرة ظهرت في حياتهم لازم نتكلم بصدق الأربع أسباب اللي خلت الهاشاشة النفسية قريبة من أولادنا في أوقات كتيرة سبب الأولان أسالبنا التربوية غير الرشيدة ترأيتنا في تربية أولادنا لها دور كبير في تشكيل ايه؟ في تشكيل منعتهم وصمودهم النفسي أو تشكيل أو المشاركة في الهاشاشة النفسية وتكلمنا قبل كده عن إن فيه خطايا وأخطاء في التربية مهم نتجنبها زي مثلا إننا نشعر أولادنا أو إن إحنا نشعر شوف المشكلة فين؟ مشكلة الهاشاشة بتكون بتأثر على الجانبين إننا نشعر أولادنا إن إحنا ملكينهم إن إحنا ملكين لعيالنا وطبعا ألف مبروك للنجحوا في السنوية العامة وبيبقى واضح جدا جدا وإحنا راحين بقى الكليات والجامعات بيبقى واضح جدا جدا إحنا بنعمل إيه؟ وحد من أول سنة أولى قاعد بيصنع حلمه في أولاده مش إن أولاده بيختاروا لا هو بيختار لهم بيختار لهم قراتهم في حياتهم شوف الفرق ده من بينهم بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين سيد يعني حر قراره وحدث النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي ربي سيدنا أنس يقول خدمت رسول الله عشر سنين فلم يقول لي لشيء فعلته لما فعلته ولشيء تركته لما تركته لدرجة إن إحنا في بعض الأحيين وإحنا مع أولادنا في ظل الأساليب الأساليب غير الرشيدة اللي إحنا بنتعامل برب أولادنا عليها ممكن نستخدم اللي بتزيز العاطفي زي الفل ولا إحنا واخدين بنا خالص فنبتزهم عاطفيا ونقول لهم إحنا عايزين كذا ولو عملتوا كذا نبقى بنحبكم أكتر وشكل من أشكال الملكية كمان لما الأم تعلم أولادها مثلا طاعة معينة تكون غير حكيمة في طريقة تعلمهم ده بسبب فكرة إن ابني ربنا ما حاسبنيش عليه فالأولاد يتمردوا أو يتجاهلوا اللي بتقولوا عشان بيحسوا إن هي بتنصحهم عشان نفسها مش عشانهم أم فبيتحولوا إلى إن أم إيه عبارة عن شاشة بتعرض فيها أحلامها أو عبارة عن مكانة بتخرج لها المنتج اللي هي عايزاه فالأولاد بيحسوا إنهم آلة بيحسوا إنهم ما لهمش مكانة بيحسوا إنهم ما لهمش أي قدر ولا مكانة إلا إذا حققوا حلم أمهم وكمان ممكن نكون كمان نقضين لأولادنا نقضين لأولادنا يا هنهادمين لأولادنا من كتر الانتقاد بيفقدوا الثقة في زواتهم ويشكوا في نفسهم طول الوقت وبعض الأحيين من الأساليب السيئة وغير الرشيدة كمان إن أنا أضع نفسي بديل عن أولادي فنقوم بكل المهام عنهم فيتربوا على الاعتمادية والشعور بالضعف والعجز والهوان أو إننا نكون مثلا برضو اتماما لهذه الأساليب السلبية إن احنا ناخد موقف المشاهدين ونتفرج عليهم من غير ما نمارس أي دور ترباوي حقيقي معهم فيحسوا بالتوها عشان مش عنده عشان هم مش حاسين إن في حد بيساعدهم إن هو يكون فيه معيار في حياته كل دي أساليب التربية خطأ بعض الناس طبعا في مسألة إن هما يخليهم معتمديين ولا يهتموا ويشاهدوا يقول أنا عايز أسيبه براحته لا يا سيدي أنت لازم تعرف يعني هي تربية ولذلك يجي بقى السبب التاني عدم تربية أولادنا على إن فيه ثوابت لازم نعرف إن من أهم الأشياء اللي بتفسد التربية هو هدم الثوابت لما علمنا أولادنا إن الشك أساس للتفكير افتكرنا إن إحنا بكده بنوسع أفاقهم وأولادنا هيتربوا على التفكير المتسع ونسينا إن الحياة ما بتبقاش فقط ما بتتمنيش فقط على المتغيرات لكن بتتبني كمان على الثوابت وعشان كده دايماً بندقى ربنا إنه يثبت قلوبنا وتعلمنا إن الله سبحانه وتعالى يرجى منه إنه هو يأخذنا إلى السبات يثبت الله الذين أمانوا بالقول السابت في الحياة الدنيا وفي الآخر لكن إن تتحول حياتنا كلها إلى متغيرات فيتشتت الولد بين كلهم المتغيرات دي واضيع القيم ونبقى في مهاب الريح فده هو شيء مؤقلق جداً وإحنا بنشتاهم فيه ومن أهم السوابت في حياتنا ثابت اتعلمناه وعلمهن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ثابت إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني من السوابت إن إحنا بنحب الله ورسوله أكثر من أي حاجة تانية فبعض الناس يسيبوا أولادهم وميعلمهمش العلاقة الرشيدة بينهم ومن بين الله وينسى أنه يعلموا إن ربنا بيحبهم لأنه خايف إنه لو علموا إنه ربنا بيحبه وإنه لازم يحب ربنا إن دوات ياخدوا إلى طريق في نوع من أنواع التقييد له في حياته فيبقى البلد حاسس إنه عايش من غير سند طب والدي ووالدتي إذا تخلوا عني أو هو لو شفوا المتخليين عنه فمين اللي هو بيعتمد عليه ومين سنده في الحياة؟ سنده في الحياة أليس الله بكافٍ عبده؟ الحاجة التالتة كمان اللي بتخلي أولادنا عندهم أشاشة هيبقى الأسليب غير الرشيدة تاني حاجة بشكل واضح هدم السوابت وترك السوابت وإن إحنا بقينا ما بندعمش فكرة السوابت في حياة أولادنا الحاجة التالتة نزل التربية عن التسكية إحنا وبنربي أولادنا مش بنعلمهم إن إحنا بنربيهم عشان يبقوا مترقين ويخرجوا من النفس الأمارة بسوق إلى الترقي إلى الله هم مربوهمش على هذا الأساس إحنا ربنا أولادنا على إن التربية مسألة برجمتية نفعية إحنا بنبقى كويسين عشان ده عينجحنا في سوق العمل لكن مش بربيهم عشان ده بيزود النور في قلوبنا ولا بيزود البصيرة فييجوا لما يتزنقوا يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى ويكون معنى ده إنهم تخلصوا من النفس الأمارة بالسوق ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلحها من زكاها فقط إحنا بنعيش عشان أولادنا يبقى عندهم قيم عشان يقدروا يعيشوا في المنافسة لكن مش عشان يعيشوا حياة طهرة أو حياة نقية وبنخاف عليهم وبنخاف عليهم إن هم يستمروا في الأخلاق يستمروا ويبقى خير العمل أدوامه وإنقل فبقينا مش بنربي أولادنا في الحقيقة لأن التربية ما كانها الحقيقي زي موضحنا التسكية التربية الحقيقية هي الموجودة والكمنة في قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها الحاجة الربعة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة واللي بتزود للهشاشة النفسية عند أولادنا عدم الجاوب على أسئلتهم أولادنا كتير بيسألوا أسئلة والأسئلة ما بتجاوبش عنها بيسألوا عن ربنا بيسألوا عن الحياة بيسألوا عن حضرة النبي ويسألوا عن علاقتهم بالله سبحانه تعالى وإزاي هم موجود في حياتهم وهما بيسموا الأسئلة دي الناس اللي بيروجوا للشك بيسموا الأسئلة دي الأسئلة وجودية فلما ما بيتجاوبش على الأسئلة دي صح وزيك حضرة النبي كان يحس أصحابه على الأسئلة فيأمره منهم ما يسأله والصحابة كان يفرحوا أن يأتي الأعراب اللي كي يسأل حضرة النبي اللي يتعلموا بالعكس عن أعمل إيه في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا فعدم الإجابة على الأسئلة أو الإجابة على الأسئلة بطريقة مخطئة جعلت أولادنا بيتمردوا علينا وأوقات يتمردوا أنا آسف على ربنا سبحانه تعالى عشان ما حدش يجاوبهم ما حدش يجاوب على الأسئلة بشكل صحيح الأسباب دي سهمت في تشكيل السبع سمات للإنسان المعاصر اللي زودت الهشاشة اللي احنا بنقوله زيادة الفردانية فبقى الإنسان مصلحي بدل ما يؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه وبقى مزاجي كل ساعة بحال وبيظهر ده في إدمان السوشيال ميديا على سبيل المثال وتربأ أولادنا على التشكك بدل البحث الحقيقي عن الحقيقة بدأوا أي حاجة بيعرفوها وأي قيمة بيتعلموها تبقى قيمة نسبية والسؤال عن معرفة المصادر يبقى كله حالة من حالات التشكك في كل حاجة عندهم فإزاي ما يتشككوش في أبوهم ما يتشككوش في أخلاقهم ما يتشككوش في حاجة بيتشككو في كل حاجة ويا سلام بقى زادت المظلومية فبدل ما يبقى عندهم مسئولية إيه اللي حاصل؟ بدل ما يبقوا مسئولين بقى يرموا العبء على غيرهم ويعلقوا فشلهم على شماعة الآخرين وإن الناس كلها متكلبة عليهم والعشوائية زادت جدا جدا خاصة في التعامل مع كل الإسراف في كل مجالات الحياة بما في ذلك الإسراف إيه؟ في تتبع الأخبار الغير مهمة عشوائية عشوائية وزاد الإحباط وزاد الإحباط بشكل كبير جدا 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 في الناس بقى الأولاد مش شايفين مستقبل بشكل واضح وزادت الحساسية وعشان كده بدأ الخراب يدب في العلاقة ما بين الأباء والأمهات بسبب الحساسية المفرطة فزادت الفردانية أدي واحد وزادت المزاجية أدي اتنين وزادت التشكك أدي ثلاثة وزادت الأحباط أربعة وزادت المظلومية خمسة وزادت الحساسية وزادت العشوائية سبع صفات زادت وبقت بتمثل أكبر سوس بينخر في ثبات الناس فصبنا بالعشاشة النفسية طب نعمل إيه عشان أولادنا نحصنهم من الهشاشة النفسية تعالوا نمشوا واحدة واحدة كده عشان نحاول نحصن أولادنا من الهشاشة النفسية أول حاجة ممكن نعملها إن احنا الرب أولادنا على ودي الله لهم على حب الله لهم يعني أن الله يحبنا هيفض القصة المرأة الجارية وهي بتقول اللهم بيحبك لي اغفر لي فييجي سيدة اللي انت بتقولي دي اللي انت بتقولي ده قولي اللهم بيحبي لك اغفر لي قالت لا لولا أنه يحبني ما أقامني الساعة بين يدي فعلموا أولادكم علموا أولادكم إنهم يقولوا كده اللهم بيحبك لي علموا أولادكم إن الله يحبهم ولما بيحبهمش ما كانتش خلق الحياة كلها وعلى فكرة إن انت تعلموا أولادكم إن ربنا بيحبهم ده بيقاوم كل أسباب الهشاشة لإن من أهم أسباب الهشاشة هو أن احنا ربيناهم على التدين الكمي اللي أهم مفردات التدين الكمي واللي أنا بعديه عشان كده أنا لو ما فيش أثر سلبي للتدين الكمي غير اللي أنا أقوله ده فيكفي إن احنا كلنا نتحالف لمواجهته إن هم ربوا في التدين الكمي على أن الله متربص بنا إن ربنا متربص فلازم ننشئ أولادنا في البداية على حب الله لهم وعن معيته معيته الحافظة معيته المنورة ومن تمام الكلام عن معية الله وجمال الله سبحانه وتعالى الكلام عن جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فحضرة النبي هو باب التسكيل كبرى كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله هو عمود الحياة حب حضرة النبي هو عمود الحياة فده عمود الحياة بغير حب الله ورسوله ما الناس سند ولا لنا ضهر لأن الله سبحانه وتعالى جعل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو السند الإنسان اللي بنعيش به فلما تحصل صدمات مثلا في حياة أولادنا إحساسهم إن هم عندهم سند هو حضرة النبي وحب حضرة النبي ويصلي الواحد فيهم على حضرة النبي فيتحصن في الشدائد وكأنه هيسمع حضرة النبي ولما تحصل له الشدة وبيقول له اسبر فيجي له حضرة النبي يقول له إنما الصبر عند الصدمة الأولى يبقى هنا بيحصل التعاف لما يحس إنه بيحب حضرة النبي تاني حاجة احرصوا على التفاهم مع أولادكم ويسمعوا أولادكم كتير من غير ما تحكموا عليهم لأن شعورهم بعدم الفهم بيخليهم يتعرضوا للعزلة ويبعدوا ويحرصوا على أن انتوا بتكلموا أولادكم تحترموهم إن ابني هذا سيد الله حضرت النبي يقول على حد طفل صغير سيد آه عشان يعلمنا احترام الأولاد وعشان كده داخل الأسرة لازم نعمل كده حتى لو في خلافات أسرية نحرص على أن احنا رب أولادنا على احترامهم ونخليهم يحسوا بالأمان وربيهم على الرسوخ والصمود النفسي ثالث حاجة حرصوا على الإجابة على أسئلة أولادكم واللي مش عارف يسأل المتخصصين المعتمدين وعلموا أولادكم كمان أن هما يوجهوا أسئلتهم لأهل العلم لأن ده هو اللي هيحميهم أن هما يكونوا أرضا للفكر المتطرف ويكونوا أرضا كمان للضياع رب أولادكم كمان رب أولادكم على الوسع أن الله واسع رب أولادكم على سعة الحياة وأنه أبدا ما فيش حاجة اسمها فرصة أخيرة لكن الله سبحانه وتعالى واسع كل ما حسيت أن أنت في الضياع الله سبحانه وتعالى سيخلق لك فرجا علموا أولادكم أن السعادة حياة أن السعادة مش هي اللزة أن السعادة أوسع بكتير من أن هي تكون محصورة في لزة أو شهوة لكن السعادة ممكن تعيشها بشكل حقيقي في الرحمة والخير والجمال وأخيرا إذا حسيت أن حد من أولادك بيعاني من علامات الطراب نفسي لابد أن أنت تستشير متخصص لأن ده مواجهة الأمور دي في أقرب وقت بيخلينا أفضل وأحسن وأفضل يا سادة الموضوع النهاردة دهات موضوع زي ما بيقولوا كده عندنا ذو شجون وإحنا محتاجين نتكلم فيه كتير وعن نتكلم فيه كتير لأن الهشاشة زي ما حصلت في مدة علاجها لازم يحصل في مدة فربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لنا القوة والعون والمدد إن احنا نصير في هذا الاتجاه يا سادة صفحتنا على فيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر مفتوح نتلقى عليها أسئلتكم ونلتقي في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وفي أنواره وفي بركته ونفضل نتلقى أسئلتكم المباركة ونسمع أول سؤال من أستاذة حليمة أستاذة حليمة نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته ابن بنتي مات عنده 12 سنة نعم ابن بنتي مات عنده 12 سنة أنا مستامع ابن بنتي ماته عنده 12 سنة الله يرحمه ويجعله في فاسحة الجنة إن شاء الله يكون إن شاء الله إن شاء الله يصفونه من أصافر الجنة تفضل يا سبت هو مات عندي ونمتو بتقول علي أنا بيت شوق الكلام ده صحيح تاني كده إيه اللي حصل نمتو أمهو بتقول علي بيت شوق معشان هو مات عندي والله اللي بيقول كده ده شخص قليل قليل الثقة في الله لا الكلام ده مش حقيقي هو الابننا الكريم رحمه الله سبحانه وتعالى وجعلنا وجعله إن شاء الله شفيعا لك والوالدي مات بأجله مفيش حد بيموت بالشقم الناس بتموت بأجله لن تموت نفسهم حتى تستوفي رزقها وأجله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده علمنا اليقين مفيش حد بيموت إلا بعد ما يستوفي رزقه وأجله وحضرت النبي كان يكره التشاؤم كان يكره التشاؤم بكل أشكاله ولذلك حضرت النبي كان يحب الفقل ويكره التشاؤم ما يحبش التشاؤم وزيك ده لا يجوش شرعاً والكلام ده مش حقيقي فاطمئني وربنا سبحانه وتعالى انت لا كنت سبب في حياة حد ولا كنت سبب في موت حد ما كنتش سبب في موت حد وان شاء الله سبحانه وتعالى يجعله في خير حال وان شاء الله يكون شفيعاً لكم استاذ محمد يتفضل ايوه اهلا وسهلاً استاذ محمد تفضل الحمد لله وحضرتك طيب صحة والسلام الحمد لله برنامج انا في السناء اصلاً كل يوم صراحة يعني رضي الله عنك سيدي وزادك بركة ونور بقول لك ايه انا سن سبع واربين سنة والجوازت ثلاث مرات ايه ما شاء الله ثلاث مرات وانت عندك سبع واربين شنة ايه ما شاء الله الحمد لله طيب موضوع الحكم المجهري انا خيات منه موضوع ايه حقن المجهري اه الحقن المجهري ده موضوع جائز وليس فيه اي شيء وليس فيه اي اعتراض ولا ليس فيه اي تغيير لخلق الله ده امر جائز وصحيح واعملوا ان شاء الله وربنا يبارك وان شاء الله يكتب لك الخير وانا والسادة مشاهدين بندع ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ان شاء الله ان شاء الله متشكين يا دكتور عفوا ايه القمر مين ما استاذة فاطمة ايه يا دكتور تفضلي يا استاذة فاطمة ماليس انا كنت تسألت حضرتك مبارح عن الارض الزرعية اللي بزرحنا واحد من المناصفة المدينة يعني وبقولك الزكاة بتاعتها دي قلت لي لما تبلغ النصاب تلما بلغت المصاب يبعليها زكاة يا الزرعي ليه مصاب اه طبعا طب كم بقى ماليسي انا معرفة ستة اوسق الستة ايه اوسق يعني jucon في حدود في حدود عدد من الكيلات ممكن يكون ستميت في حدود ستميت كيلو كده لا يعني انا انا معرفش مبلغ معين معرفش ده وقليد ايه بقى ستمية انا ده لده خمسين كيلو لا هو بيėjini مبلغ معين انا معرفش يا خن ما انا قلت لحضرتك يا استاذة فاطمة مش انا قلت لحضرتك استاذة فاطمة بواحدة واحدة بس استاذة فاطمة مش احنا مع بعض عدنا نحقق شوية مع بعض وقلتلك يا استة فاطمة انت مأجراله الارض ولا هو بيزرعها لك فاذا كان هو انت مأجراله الارض المسألة سهلة لو مأجراله الارض الاجارة اللي انت هتخديها هتحطيه على رصيدك ويطلع عليه زكاة على رصيدك بقى لو انت هو بيزرعلك هتشوف الارض طلعت كم يا جماعة الخير طلعت 653 فإيه اللي حاصل بسيطة خالص نحسب بقى يبقى كده الزرعة دي عليها زكاة فنخصم من الأجرة بتاعتها وبعد اللي يفضل ده نطلع منه نصف العشر عشان انت بتعملي بالقالة وخلاص واضحة المسألة يا ستي قلنا نصف العشر نصف العشر أيوة 650 كيلو ويصلع نصف العشر بالضبط خلاصة فاطمة طيب عفوا أستاذة رندا تتفضل أستاذة رندا أيوة سامة حضرتك تفضلي عليكم سعكات وفن مولانا أنا كنت كلمتك من فترة كده قريبة وقلت لك أني بنيتي يعني منفصلين عني ومش متكوابين مع بعض فهم كانوا قاعدين عند باباهم وقالت الحاجة ده كاننا انت فصلت عن باباهم وكده واتجاوزت كرباهم وكانوش يعرفوا طيب أنا حبيت منفط من يومين كده أتكلم معها مع بنتي كديدة اللي عندها 14 سنة فقالتا ما أتكلم معها عشان أخرج لجوها شوي طيب فطبعا لقيت ما لا يحمد عقباء إن بنتي ولا حاجة هتنفجر في وشك أيوه هو غلط وشتين فيه طبعا أنا قلت لك هتنفجر في وشك لأن شايفة إن انت السبب في تدمير حياتها أيوه وبعدين مش عايزة تبصل قدام للمستقبل معي رفضاني تماما أنا مش عايزة برضو أعمل إيه برضو استمر في إنه طلع لجموة بتقولي خليك يطلع لجوها كمان طيب أنت بتسألين أنت عملي إيه هو ده السؤال بتاعك يا سيزة راندا أيوه أعمل إيه بنتي بنهارة جدا وأنا مش عارف أعمل إيه بص يا بني بص يا سيزة راندا عشان بس إن نبقى واضحين الأولاد في سن معينة مليئين بالرافض وأي تدخل غير مناسب في سن معينة وإيه سن مراهقة مثلا بيبقى عندهم حساسية مفرطة تجاه إن هم يحكموا أحكام مبالغ فيها على على الوالدين طبعا لإن والدها موجود معاها فهي بتحس إن مصدر الأمان اللي لسه موجود معاها هي والدها طب هي لو بتعاني مع والدها هتعتبر حضرتك اللي ما حفزتيش عليها فيبقى الحل هو إيه معلشي عنشرة بالكاس ده إحنا هي مش موجودة معايا مش هي اللي بتكلمني إنت اللي بتكلميني لو قلتلك حاجة زيادة عن كده أنا بفسد عليكي علاقتك بيها أنت هتسمعيها هتسمعيها وتعملي أداية لطيفة جدا جدا إيه اللي حاصل بعد ما تخلص اللي عندها ولو هتتكلمه كل مرة في القعدة مرة ساعة بعد ما تخلص تسأليها سؤال واضح إيه السؤال الواضح ده؟ ما تسألهاش سؤال استنكاري ولا سؤال إحائي ما تجيش تقول لها يعني ويرضى ربنا الكلام اللي انت بتقوليه ده ولا تسأليها سؤال إحائي مش أنا برضو بحبك ما تسألهاش الأسئلة دي اسأليها سؤال حقيقي اسأليها سؤال تشغل في دماغها وتبتعد عن مشاعرها إيه المشاعر الغضب والثورة اللي عندها تسأليها تقوليه لها إيه بقى؟ سؤال بسيط جدا 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 انت في رأيك إزاي نصلح ده؟ بس انت في رأيك إزاي أقدر أساعدك؟ انت في رأيك إزاي أقدر أقف جنبك وأقوم بدوري معاك السؤالة واضحة لما تسأليها السؤال ده هي تشغل دماغها وساعد ما تشغل دماغها أنا أظن إن احنا كده ماشيين في الطريق الصحيح وكده هنكون بنعمل ما يجب علينا غير كده أنا أظن يبقى إحنا بشكل واضح إحنا بعيدين عن الحل مش مطلوب منك في الوقت ده خالص غير حكتين دول تسمعيها وتسأليها سؤال حقيقي يخرجها من التمرد إلى الرشد غير كده مش هنقدر نعمل حاجة طيب عشان نقدر طب نفسيتنا عشان نقدر نعمل ده إيه؟ افتكري إن هي ممكن تضيع لو إنك انت ما عملتش دماغها وده هيصبرك كتير على إنك انت تقوم بوجبك وتقوم بدورك وتذكري دايما إن كلكم راعي وكلكم مسؤولة عن راعياتي فخلي بالك إن انت مسؤولة عنها وده جزء من مسؤوليتك يا سادة إحنا مع بعض بس نخرج لفاصل ونرجع تاني نتلقى إسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا الحجة ومشريف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزيح حضرك يا دكتور عمش فضل ونعمة الحمد لله ربي كل سنة وحضرتك طيب ويعد عليك الأيام بخير يا رب وحضرتك طيبة وكل الناس الخيرين الطيبين بخير إن شاء الله آمين يا رب العليم بصة حضرتك أنا صمت شهر رمضاني الحمد لله بس في آخر شهر رمضان جاني قدم السكر وأطعوه لي سباعي سلامات عليك يا ألف سلام ربنا يجعله في بزان حسناك ربنا يكرمك فأنا دلوقتي بصراحة مش عارف أصوم أنا كنت بأصوم اتنين وخميس والأولالي القمرية وكده وبعدين في حاجة كمان كنت حلفة على ابني ما يخشش هنا ودخل وقلت بعد رمضان هصومت ثلاثة أيام طيب فما صمت همش بصراحة فدلوقتي أنا حسب زنب كبير قوي دلوقتي يعني ممكن بعد ما خف أصومت ثلاثة أيام دولار طيب يا حاجة احنا بص عنامش واحدة واحدة أول حاجة أنت الدكاترة لو قالوا لك ما تصوميش تاني خلاص قالوا لك ما تصوميش تول ما أنت بتتعالج لأنني لسه بتعالج طيب وقعدة في البيت قاعدة في البيت ما بتحرك ربنا إن شاء الله يديك الصحة ويدمع لك بين تمام العجر والعافية وعايزة دعوات حضرتك والله إن أنا أقوم بالسلامة ربنا يحفظك إن شاء الله تقوم بالسلامة وبالصحة وبالعافية إن شاء الله ربنا يكي محضرتك يا رب يبقى أول سؤال السؤال اللي أولاني ما تصوميش ما تصوميش خالص زي ما قالك الدكاترة اللي يقولك عليه الدكاترة فيما يتعلق بالصوم في حالة السكر اعمليه نفيزيه طيب احنا دلوقتي الأيام اللي عندنا في رمضان لو قالوا لنا بعد كده الدكاترة مش هتصومي تاني خالص اسمع كلامه ما تصوميش طيب والأيام اللي انت فترتيها في رمضان لو ما تصومي تاني خالص اي عتقضي عتطعمي عن كل يوم مسكين عتطعمي عن كل يوم ايه مسكين خلاص طيب خلاص ناج والنوافل بقى اللي انت مش بتصومي اللي ما تصوميش أبشرك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بإن الشخص إذا كان مريضا وإن كان لي عادة من العبادة يكتب لي سوابع هذه العادة من العبادة كأنه صحيح فتكتب لك سوابع هذه العبادة اللي انت قلتي بقى الحلفان بقى الحلفان يا ستي مش لازم تصومي لو مش قادرة طلعي كفارة وطعيمي عشرة مسكين خلاص يا ستي خلاص ناج ربنا يبركلك يا حاجة مشريف واجمعلك ما بين تمام الأجر والعافية يا رب معانا السيدة أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ربنا يبركلك يا دكتشيح ربنا يرضى حجرتك بعد إذن شهد ضلي هو أنا عندي ابني 14 سنة طيب بنابلك فيه يا رب ربنا يحفظك يا رب سن المراهقة حضرتك عارف فهو كان قبل السن ده كان بيصلي مع والده بالتمرار وكان يفرح أيه والده وقده الجامع معاه يعني هو ما زال أخلاقه ونفسه كويس الحمد لله يسمع كلامنا والده وكويس جدا معاه بس حيث السلام بحس إن السن ده هو متكسر فيه فأنا أحبب إنه حضرتك تقولي في طريقة أحببه في الصلاة إنه هو يريح يصلي من نفسه هو حابب ده من غير ما تبقى الموضوع مجرد أوامر عشان يرضيني لازم يعمل كده لأ أنا حاب أن هو يعمله كده إرضاء لوجه لي طيب عشان أنت أنا أتمنى عليه فدوري أنا كأم في سن المراهقة حضرتك عارف ودعانيت شوي حضرتك سمعاني من أول حلقة؟ أيها أنا سمع حضرتك يعني حضرتك كنت معانا من أول حلقة؟ أنا فتحت وحضرتك بتتكلم على الدور اللي هو المفروض نغده كمدرات تنظيم حضرتك هتسمعها الحلقة مرة تانية وتذكريها أنا أقول لك إيه دلوقتي؟ أقول لك مختصر الجواب دلوقتي خالص حضرتك لو سمحتي أكتر حاجة لازم تعمليها عشان ابنك يرجع يصلي ويحب الصلاة ويبقى قريب من الله خليه ما يصليش عشان يرضيكي طب عشان تخليه يصلي عشان إيه؟ يصلي عشان هو بيحب ربنا فتعملي إيه؟ تخليه تكلميه عن ربنا كتير تكلميه عن جمال ربنا تكلميه عن حب ربنا بالذات تكلميه عن ود ربنا وحب ربنا وعن حب حضرة النبي دي وجمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الحاجتين دولة هم الأساس اللي ممكن نتعامل بيها مع ابنك هو يحس بتغييره هو يقولك هو إيه اللي حصل أنت ليه ما بتتبعينيش في الصلاة أهم حاجة أن احنا نفاهم أولادنا أن احنا بنعبد العبادة دي أو بنصلي أو بنصوم أو حتى بنعمل ربنا أو بنبقى أصحاب أخلاق عشان معنين دول عشان حب الله وحب رسوله لأن كتير من الناس لما بيجوا يعلموا أولادهم بالزبط عارف أنت لما واحد يقولك إيه ده أنا بلدة الدور الثالث من غير ما بنى الدور الأولاني ده اللي بنعمله مع أولادنا الدور الأولاني إنهم يحبوا الله ورسوله فبعض الناس قالوا إيه عارف بالزبط كده زي واحد ييجي يقولك إيه الحب ييجي بعد الجواز الحب بنعيشه مش الحب هو اللي بيجي الحب إحنا بنعيشه وعشان كده إيه اللي حاصل يقولك يعبد ربنا وبعدين يحب ربنا لا هو يبتدي بحب الله سبحانه وتعالى يبتدي بمعرفة جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هي دي البداية الصحة الناس كتيرا ما مجربتهاش جربت إن إحنا نعمل إيه جربت إن إحنا نمشي زي القطر فأدى ذلك إلى إيه على المعنى كده إن إحنا مش هنساعد أولادنا ومش هننصحهم عن ننصحهم بس نحط القعدة الصحيحة ونحط الأصل الصحيح في التعاون مع الله وبعد كده نشتغل نشتغل إيه بقى إن إحنا بنتكلم عن الصلاة على إن هي مغيرة للحياة على إن الصلاة ده معنى في حياتنا مش على إن الصلاة حاجة بتخلينا نهرب من سمعة سيئة إن فلان ما بيصليش لأ إحنا هايزين الصلاة بتعمل معنى في حياتنا فلازم نكلمه عن القيم اللي بتعلمها من الصلاة إحنا شايفين ده بعيد عن تفكيره أنا آسف مش ده مش بعيد عن تفكير ولا حاجة الأولاد بيحسبونا إنتوا بتصلوا إزاي وما بتعملوش الأخلاق الفلانية ليه؟ لأن هم فاهمين إن الأخلاق أولاً وإن الصلاة بتيجي عشان تدعم الأخلاق فلازم نكلم أولادنا عن ده فدي شيء مهم جداً جداً بالترتيب اللي أنا ذكرته لحضرتك وإن شاء الله ربنا يوفق ويجعله إن شاء الله في الصالحين ويجعله إن شاء الله بخير لو سمحت ما تعوديش تقولي له أوصاف سلبية إنت هيتغيرته بقيت وحش بلاش الطريقة دي بلاش الأحكام نتوقف عن الأحكام دي تماماً نعم السيدة محمد تتفضل أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي سعادتك يا دكتور نعم وفضل الحمد لله ربنا يبرك لنا في سعادتك يا فن الله يرضى عنكم الفن تفضلي بقول لحضرتك أنا معي البنتي الأخيرة والبنتي لها تيكيمة وباباها متوفي من 2011 وأنا اللي ربتها بنجعله في مزان حسناتك اللهم أمين اللهم أمين حضرتك هي دلوقتي معرفش عندها عقدة نفسية بسبب السنوية العامة هي كانت جايبة السنة اللي فاتت 75% طي كل ما تسمح حاجة عن السنوية العامة النهار ده طول النهار بتعيط لأن حسن ده مش مجهودة وهي ما شاء الله عليها قال لما صلى على النبي واخدى أكتر من 25 شهادة تأديل طيب عايزاني أقول لها حاجة ولا عايزاني أقول لك أنت تعمل إيه معها أنا جاهزين اتنين ربنا يبرك في عمرك أولا حضرتك أقولي أعمل إيه معها بعدين يا رتب الكنترول ياخدوا الرقم ويكلموه حاضر على رأسي أول حاجة يا ستي أول حاجة لازم تفهميها بشكل واضح تتفهمي مشاعرها أول حاجة يعني لما تيجي تعمل كده إيه بي أنت هتروح مني بلاش الحالة الهسس اللي عندنا ده لأن ده بيدعم الشعور اللي عندها بعد ما هي تخلص وإيطا اعملي حاجة تخليها تبتسم كلميها على أن المستقبل ده مالوش دعوة بالأرقام اللي احنا بناخدها دي المستقبل بيتبني على قدرة الإنسان والخبرات والمهارات اللي بتعلمها والتعليم ده ما بيقفش عند شكل معين بس بنتعلم به التعليم مجال واسع جدا جدا أكم من الناس أخدوا شهادات ونجحوا في مجالات تانية مش لازم نعايش أولادنا في هذا الرعب في مسألة النوى أنت لازم تكون متفوق وإنت مالكش إيمة عندنا إلا إذا كنت تدخل كليات القمة ليه تبقى اسمها كليات القمة؟ اسمها كليات بيقوم أصحابها بدور مهم الأدوار الأخرى ما بتكونش أقل من الأهمية من الأدوار اللي هو ما بيقوم بيها أصحاب الكليات دي الشخص اللي هو مش محتاج حد يبنينه ومش بيبقى أهم حد في حياته المهندس أنا مش قصدي أن احنا نتكلم في الأدوار يا جماعة إحنا لازم نعايش أولادنا أن كل كلية كلية قمة إذا كان الإنسان من أهل الإحسان هو ده القمة أن أنت تكون من أهل الإحسان قولي أرجو أن هي تسمعني وأنا بكلمك دلوقتي كل الكليات كليات قمة إذا الإنسان أحسن فيها كم من المرات مشروعات مهمة اتنشأت على فكر لحد محاسب ولا حد معلم لغة عربية فعلم الناس كلها إزاي تجعل الناس توصل للحق ولا حد درس شريعة ولا حد درس كمان كيميا ولا حد درس في كلية حلوم ولا حد درس في كلية تجارة ولا حد درس في كلية أدابي يا جماعة الخير كل كلية هي كلية تقمة إذا كان صاحبها في القمة عندما يحبه الله إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا عايزين ننشر في ده كل القليات كليات قمة إذا أولادنا كانوا من أهل الإحسان فيها يا رب دايماً يا رب اجعلنا ندعم أولادنا وبالله عليكم يا أهل السنوية العامة ألا أكلم الأهل أهل السنوية أهل اللي كانوا في السنوية العامة وما أكلم كمان أولادنا اللي في السنوية العامة كلكم إن شاء الله من أهل القمة عارفين ليه؟ لأن أنتوا في القمة في قلوبنا أنتوا حبيبنا أولادنا أرقامكم ما بتسويش حاجة في حبنا ليكم أرقامكم دي مش هي اللي تخليني نحس إن احنا عملنا دورنا معاكم الأرقام دي كانت بتعبر عن محاولة والمحاولة دي إن شاء الله تتكتب في ميزان حسناتكم كلكم إن شاء الله أهل تقدير وأهل محبة عندنا وعنفضل نتعامكم وعنفضلوا أنتوا أهل القمة وإن شاء الله جميعا نصل إلى قمة محبة الله ورسوله لإن إحنا نعمل اللي إحنا واجب علينا ونعمل كمان ونبدع فيه كلنا هنبقى إن شاء الله في محبة الله سبحانه وتعالى ومحدش فينا هينقص حب ولد ولا ابن من أبنائه زرة مهما كانت الدرجة اللي هو حصل عليها لإن إحنا لسه مشوارنا معاكم كبير مشوارنا كبير هيستمر لإن إحنا محل النظر الكبير سبحانه وتعالى يلا نكمل وإن شاء الله نفضل دايما في مدد ربنا وفي بركته وفي نوره وإحنا مستمرين معاكم لإن الحب اللي بيننا وبينكم مش هيأثر فيه أبدا الرقم لإن إحنا دايما في حضرة الواحد الكريم الودود اللي هيدين بيننا المحبة أبدا إن شاء الله يا رب العالمين أكربنا بدوام المودة والرحمة والقبول يا أرحم الراحمين